في الوقت الذي تتعزز فيه الشائعات حول اقتراب موعد الدعوة إلى الانتخابات المبكرة في مقاطعة كابك بدأت وسائل الأعلام المحلية باستشراف الموعد المحدد للبدء بالعد العكسي باتجاه صناديق الاقتراع فمن جهة اعتبرت صحيفة الجورنال دوموريال في عددها الصادر بتاريخ اليوم أن رئيسة الوزراء بولين ماروا تتحضر للدعوة للانتخابات اعتبارا من الأسبوع المقبل وبأنها ستعلن عن ذلك في الخامس من أذار مارس على أن تجري الانتخابات في السابع من نيسان أفريل كما أنه من غير المستبعد أيضا الدعوة إلى صناديق الاقتراع في الرابع عشر من نيسان أفريل المقبل وتبين أن بولين ماروا لم تحسم أمرها بعد على الرغم من تضافر كل العوامل لصالح الحزب الكبكي الحاكم الذي تطلق إله العنان كافة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى ذلك أعلنت هيئة الإذاعة الكندية أن نسبة احتمال الدعوة إلى الانتخابات العامة الأسبوع المقبل تصل إلى 75% أنهى النقاب بيرنار رامبو جوتي شهادته أمام لجنة شاربونو بعد أن أجاب على أسئلة المدعين العامين وبعد أقل من ثلاثة أيام من الاستجواب يعود جوتي إلى مزاولة عمله في منطقة الكوتنور وفي مقابلة خاصة بها قناة التلفزة تيفي آ قال رامبو جوتي إن الغاية تبرر الوسيلة مما يمهد إلى إعادة استخدامه للأسلوب نفسه في أماكن العمل إلى ذلك تقدم متعهد آخر للبناء من منطقة كوتي كوك يدعم رسال بوليوت للشهادة وهو يعمل حاليا في ورشة عمل في إطار مشروع لا رومان وعلم من خلال شهادته أن تصفية الحسابات لا تزال سياسة متبعة في ورش العمل حيث تعرضت إحدى ألياته للتخريب بعد طرده أحد العاملين وبلغت فتورة التصليح 75 ألف دولار تعهدت حكومة بولين مرواء أمس الخميس وعلى همش الكشف عن السياسة الوطنية الأولى من نوعها لمكافحة التشرد بتوفير الأدوات الضرورية لإيصال الموارد المطلوبة إلى المشردين وشددت الوزير المسؤول عن الخدمات الاجتماعية وحماية الشباب فيرونيك إيفون على ضرورة التحرك من خلال الأعلان عن خطة عمل سيتم الكشف عنها خلال فصل الربيع المقبل تلحظ إجراءات ملموسة لإيجاد حلول لهذه الظاهرة الخطيرة وترتكز السياسة الجديدة لمكافحة التشرد على خمسة عوامل أساسية هي السكن، الصحة، العوائد، التعليم والتعايش المشترك إلى ذلك أعادت الوزيرة إيفون التذكير بأن وزير المالية رصد مبلغ 6 ملايين دولار في الموازنة التي طرحها الأسبوع الماضي لمساعدة المشردين خلال عام 2014-2015 من هذا المبلغ سيتم تخصيص مليون دولار لمواجهة التشرد في صفوف سكان كندا الأصليين الجدير ذكره أن الحكومة تعتزم ضخ مبلغ 270 مليون دولار في مشاريع بناء مساكن اجتماعية منها 500 وحدة سكنية مخصصة للمشردين أو لأولئك المعرضين لخطر التشرد نعيد التذكير أن مشكلة التشرد مستفحلة خصوصا وسط مدينة موريال وطالب رئيس البلدية دوني كودير في كنون الثاني جنفير الماضي الحكومة بمشاركة أكبر لمواجهة هذه المشكلة معتبرا أنه لابد من تخصيص 10 ملايين دولار في هذا المجال للرد على الاحتياجات الصارخة في المدينة من جهة أخرى وبغرض رسم صورة أفضل وأوضح للوضع الحالي تعتزم بلدية موريال أحصاء أعداد المشردين خلال فصل الخريف المقبل مع التفكير أن الأحصاء الأخير يعود تاريخه إلى تسعينيات وبلغ يومها عدد المشردين في المدينة 28 ألف مشرد أعلنت حكومة بولين مرواء أمس الخميس عن تعليق منح العلوات على الأداء للمسؤولين الرفعي المستوى للسنة الخامسة على التوالي ويطال هذا الإجراء قرابة 700 موظف القطع العام وستسمح هذه الخطوة للحكومة بتوفير مبلغ 6 ملايين دولار في الخزانة العامة وتتعلق هذه الإجراءات بمساعدي الوزراء أو معاوني رؤساء المؤسسات الحكومية وأشارت رئيسة الوزراء بولين مرواء إلى أن تعليق العلوات لعلاقة له بأداء المسؤولين في القطع العام إنما بسبب قدرة المكلفين المحدودة على الدفع تعهدت بولين مرواء بالضغط على الحكومة الفيدرالية في أتوى لتسريع وطيرة التعويض على منتجي الأجبان في المقاطعة مع اقتراب موعد دخول منتجات أوروبية جديدة إلى الأسواق الكيبيكية مما سيكون له تأثير على مبيعات المنتجين المحليين للأجبان مع تذكير أن هذه الخطوة ستأتي في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي كشفت وزيرة التعليم في كابك ماريمة لفوا عن البرنامج الجديد لدروس التاريخ التي تتمحور حول كابك وكندا والتي سترتكز بشكل أساسي على العامل الوطني والتاريخ الاجتماعي للمقاطعة الجميلة لنقل المعلومات إلى طلاب المرحلة الثانوية في الصفين الثالث والرابع نعد التذكير أن البرنامج الحالي لدروس التاريخ الذي اعتمدته الحكومة الليبرالية السابقة عام 2006 أثار انتقادات عديدة من قبل الأساتذة الذين طالبوا بتسليط الأضواء أكثر على التاريخ الوطني في المقاطعة تعرض وزير السياحة في كابك باسكال بيروبي إلى وعكة صحية ألمت به أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في مدينة كابك وأثناء القاء كلمته أمام الصحفيين طلب الوزير من الحضور الاستئذان لفترة من الوقت بسبب عارض صحي وخرج الوزير من القاعة متكئا على حارس شخصي له وتبين فيما بعد أن الوزير عانى من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم الشرياني في الخبر الأخير غلب النعاس على النائب دانيال بروتون أثناء مشاركته في مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة فيرونيك إيفون للكشف عن السياسة الوطنية لمواجهة ظاهرة التشرد وبعد أن تثاءب عدة مرات سيطر السلطان النوم على الوزير السابق الذي استسلم لأخفاء على مرأة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث هذه المرة الثانية التي تعرض فيها بروتون إلى هذا النوع من المواقف المحرجة مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة